أخي بالنسبة لدعوة البوذيين هل هي سهلة أو في صعوبات؟ في صعوبات في صعوبات لكن لا يوجد أصلا عداوة بين المسلمين والبوذيين ولا بين البوذيين تجاه المسلمين لا ما يوجد لكن عندما نجمع في مكان الماء ونظهر أو يعرف رئيس القرية البوذي أو الحقومي هم يشدد علينا أيضا لماذا تجمع؟ عندما تجمع البوذيين الكلمة لكن تستطيع أنك تدعو بدون أن تجمع الناس بعد الأحيان نجمع ونقدم الحدايا ونلقي الكلمة بين المسلمين ونتكلم عن المحاسن الإسلام نعم لعل هذا يا أخي يكون من الجهل هم يعني يظنوا أن الإسلام يأمر بقتل الكفار هؤلاء أو الإساء إليهم فلو بيّنتم لهم أننا يعني لا بدنا في الكفار بالعهود وأننا يعني هذا الدين الإسلامي دين إحسان أن نحسن أولا في عبادة الله ثم نحسن إلى عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم نشر الأخلاق الحسنة وعامل الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام وإنك العلا خلق عظيم سماه الله سبحانه وتعالى أنه هو نبي الرحمة رحمة لكل الخلق حتى للكفار فأنتم لا بد تنشروا هذا بين الناس حتى يعرفوا محاسن الدين الإسلامي الله يفقنا إياه بداية هنا ينتشر الخبر بأن الإسلام دين الإسلام يعني دين خطير جدا بعد المبنى إسنين في أمريكا أو بعد سقود الإيران 11 سبتمبر نعم نشر هذا عنك مسلمي بعدين نحن قمنا بنشر المقطع في البدعو في فيسبوك عن طريق الخطبة والبيان ثم نحن نقيم الدورة وندعو بعد رؤساء شاركنا ثم في أجناء الكلمة نحن نبين هكذا يعني الآن هم يفهمون كثير الحمد لله إذا لازم تبينوا لهم هذا نعم دفاعا عن الحق نعم 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر